أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعناه مع الأستاذ محمد سليمان جاد المستشار القانوني والمحامد النقد والمرشح لمنصب نقيب محامين جنوب القاهرة لعام 2020 أهلا بكم محمد أهلا بسلام بحضرتك ومستاذ المشاهدين أهلا بسلام محمد حقيقة يعني قبل ما تطرق لهذا الحوار كان فيه بس تعقيد بسيط على حالة السخرية والجدل وحالة السفة التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يسمى بالسوشيال ميديا كل يوم عندنا قضية مختلفة وللأسف يريد هي قضية محل الاهتمام أو تستحق هذا الاهتمام الكبير من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أحيانا بيبقى مهتمين ببعض الأمور المعيشية ببعض القضايا الحيوية اقتصادية كانت أو سياسية أو غيرها لكن إن نحن نهتم ببعض التفاهات وتستحوذ على اهتمامنا بهذا الشكل الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا مننا خلال الفترة اللي جاية لأنه إحنا ما ينفعش إن احنا نتوامل بهذا الشكل لأن ليست هذه أخلاق المصريين وليست هي روحهم الجميلة الحقيقية ومن العيب الحقيقة إن احنا تبقى كل اهتماماتنا على واحد زي حسن شاكوش أو عمر كمال أو قضية ياسمين عبد العزيز وقضية حبها الجديد وكلام ده لكن حتى لما نجي نتناول موضوع مهم زي موضوع فيروس كورونا وكيفية تعامل الحكومة وأداءها في التعامل مع هذا الموضوع بنتعامل معه بسخرية وتنال أستاذ الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة كل هذه الأمور من السخرية هذا الكم غير مقبول الحقيقة وهذا الكم غير مطلوب والحقيقة احنا ما نعرفش كيفية تحجيم مواقع التواصل الاجتماعي تكون ازاي هل هناك آلية قانونية من الممكن أن تحجم هذا التعامل يمكن نحن الفترة اللي فاتت كان فيه شائعات بتنتشر كثيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس سيسي نفسه تحدث في أكثر من مرة عن هذا الأمر في أكثر من اللقاء له عن هذا الكم من عشرة الألاف من مواقع التواصل الاجتماعي بتنشر عشرة الألاف من الشائعات لكن هل احنا يمكن ينفع نتعامل مع هذا الكم هل ينفع تعجيم هذه الأعراء الساخرة وهذه الشائعات التي تحض على الهدم لا تحض حتى على البناء خالص بالعكس تحض على الهدم بشكل مكثف وبشكل كبير وكأن هناك كتائب إلكترونية هي التي تسير وراء كل هذه الأمور سيد محمد أنا حابب أن أتكلم صحيح عن انتخابات نقابة المحاميين بلما أنها من أهمية كبيرة أكبر النقابة في مصر تضم أكبر عدد من الأعضاء هي ضمير الأمة بشكل حقيقي لأنها تمثل العدالة الواقفة وهي روح الناس دائما لكن بما أننا بنتكلم عن الناس ماذا يحدث للمصريين في هذه الأوينة من هذا يعني اهتماماتهم بقية الحقيقة غير مقبولة وغير طبعية ماذا يحدث وكيف يمكن التعامل القانوني مع هذا الأمر بداية أنا بوجه رسالة شكر لأسرة البرنامج وبالسادة مشاهدين وموضوع اللي أتحدث لك أصارته موضوع حيوي جدا اللي هو موضوع التجاوزات والإشعاعات على المواقع التواصل الاجتماعي فطبعا إحنا عندنا فراغ تشريعي في النقطة دي ولكن النقاب العام نحيي السيد المستشار أمر كل نياباتي كلها بإنشاء بما يسمى بدفتر حصر بلغات ومتابعة للتواصل الاجتماعي لضبط السلوك على مواقع التواصل الاجتماعي ونحد بقى من الشائعات والمواقع والتعرض لبعض الشائعات وتسريبها وكلام وفي ذات الوقت بنشكر مجلس نقابة المحامين المنتهى واللاياته أنه استصدر في التعدلات قانون المحامية الأخيرة مدونة السلوك هي ساعتك بنتابع كل تصرفات السادة زملائنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم النقابة النهاردة فيه آلية وفيه ضوابط لمحاسبة أي خارج عن نطاق مدونة السلوك فيما يخص النقابة المحامين أما بالنسبة لخص المجتمع فمع المستشار النائب العام أمر كل نياباتي كلية بإعداد دفتر اسمه حصر تحقيقات مواقع التواصل الاجتماعي فكل نيابة كلية دولة مكلفة أنها تتابع أي تجاوزات أو أي شائعات ده ما حد تكلمت فيها حالا فطبعا ده اتجاه وبالناشط بقى المشرع أنه يصوب الاتجاه القادة السلسية ومعال النائب العام وتعديلات قانون المحامين في إصدار التشريع يضبط إقاع مواقع التواصل الاجتماعي لأن دي تجاوزات بقت فجأة وبقت مسيئة وكل واحد في الوقت يعمل قناة ويعمل صفحة ويدعو لأي شيء دون رقيب عليه ودون يضع أمامه عادات وتقاليد المجتمع المصر صحيح مش ممكن أن نتخلف عن الركب التكنولوجي صحيح لكن لازم أن يكون فيه راضع لكل من له تسول له نفسه بالخروج عن عادات وتقاليد المجتمع المصر فأنا طبعا بنشيد قرارات مع المستشار النائب العام وبرضو بنشيد بالمشارع المصر في تعديلاته في قانون المحمال الجديدة بمدونة السلوك ودي برضو قاعد تضبط كل التجاوزات الحقيقة بتتكلم فيها وإن شاء الله يكون فيه الألية لتنفيذ دفتر حصر تواصل اجتماعي لنيابة العامة وفيه برضو قاعد تنفيذ مدونة السلوك لأستاذة زملائنا المحامين ما يزعلش المحامين حاجة زي كده أنتوا بتحطونا رقابة أو رقابة صريمة علينا وعلى أداءنا وعلى حريتنا الشخصية في التعمل مع موقع التواصل الحرية أكيد لها بعد وتكون مسؤولة فاستاذة المحامين يعتبر ولاة أمور المجتمع المصري فإحنا النواب أو الوكلاء الرسميين للمجتمع المصري فأكيد إحنا بنسعى لما هو أفضل لأنه طبعا حضرتك ده فيه عدوان على حقوق الزملاء أو مواطنين أو 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 فده ما يدرش المجتمع المحامين في شيء بل بالعكس ده وظيفتنا إن إحنا نمنع الارتكاب الجريمة ونبقى حصن ملازم المواطنين في الدولة المصري وده دور نقابة المحامين القومي والوطن إن هي قلعة المظلومين وحصن ملازم فإحنا أولى الناس بذلك إن إحنا ندعو لذلك إن إحنا نبدأ بأنفسك نبدأ بأنفسك أكيد تمام ندخل بقى في الانتخابات يعني الانتخابات نقابة المحامين لها خصوصية طبعا يعني دائما كل النقابات المهنية تحديدا بتلاقي أعدادها جمعية العمومية بتاعتها أقال من جزيزة جديد أعدادها ضئيلة بالمقارنة بنقابة المحامين نتكلم في عشرات في مئات الألاف أظن إحنا يعني حاليا جدولنا نضبط بـ 200 ألف 200 ألف بعد ضوابط القيد ووضع شروط للمشتغلين فقط فتم زوال لبعض الناس اللي ما فيش يشتغل فعليا فأصبح أعدادنا من 600 ألف بأنه 200 ألف ففي حصر لكل ما بيشتغلش في مئات المحامين فأصبح النهاردة وبرضو لسه فيه ضوابط تاني بتتحطي لغاية يوصل الجدول للمأمول وده مطلوب؟ أكيد طبعا لأن إحنا حضرتك خدماتنا هتقدم لـ 600 ألف ذات الخدمات بذات الموارد هتقدم لـ 200 ألف فيبقى فيه تعظيم استفادة زملائي من الخدمات فدي حاجة جميلة أقصد إن المحامين بالذات بيحتاجوا بكل مواطن في الشارع أكيد طبعا فبالتالي مثلا أنقود 600 ألف لما بيخدموا على 100 مليون هذا رقم ليس بالكبير فمش كل 100 مليون فيه جريمة أو فيه حقوق آه بالزبط يعني ممكن بقى فيه قراءة جريمة أدى موعود قبل كده بعضها نفذ وبعضها قيد التنفيذ أو لم ينفذ ما هو الجديد الذي سيطرحه الأستاذ محمد سليمان في هذا الأمر؟ هو أولا التعديلات القنوني المحامية أصبح من الصعب إن حضرتك أي مرشح يطرح فكر أو رؤى غير قبل التنفيذ لإن الجامعية هتحكم الجامعية العلمية ليه؟ لإن قل الأعداد وبقى الموجود محامي مهني عدو الجامعية العلمية محامي مهني والمهنية هي أساس المسئولية فأنا النهاردة المهنيين هم اللي بنقلوا الحالة الوقاعية وكل ما هو يتعلق بإيه؟ بضوابط العمل في مهنة المحامية فما يكون عددنا 600 ألف فينا 200 ألف تقريبا مشتوين ربعمية منتسبين فما أصبح أن الربعمية دول بيمثلوا هم إيه؟ جماعة ضغط لأي مرشح ما مش مهني فالنهاردة أنا ويفق للتشريعات ووفق التعديلات الجديدة فأصبح النهاردة ما فيش نقيب هينجح بخمسين صوت أو بمئة صوت فمجلس نقاط المحميل القادم من مجلس النقاباء لإن كل واحد هتسوت من الجمهورية كلها الأول كانت اختصاص جنوب القايرة الوحدية شمال القايرة الوحدية، الجيزة الوحدية لا دلوقتي بقى حضرتك عشان تنجح على مقعد عضو في مجلس نقاط المحميل يحتاج تصويت من أسوان اسكندرية فأصبح الموضوع دلوقتي اللي هينفع فيها إنه فيه واحد يقدر يدعي شيء غير قابل للتنفيذ ده فيما يخص المجلس القابلة العامة فالنهاردة حضرتك بقى فيه كان عندنا نقيب و 56 دلوقتي فعندنا نقيب و 28 عضو لازم يصوت لهم أعضاء جميع من أسوان اسكندرية كان الأول في دواير محدودة فكان ممكن يجي أثر أداء وكان فيها طبعا العصبية والقبالية والجائداري وكلام ده دلوقتي كل ده تلغى فالنهاردة حضرتك كل عضو من الأعضاء بعد رؤى وبرنامج طموح قابل للتنفيذ فطبعا هينول أصوات المهنيين إنما كان الأول أنا هجيبت سيارة لكل مواطنة وعربية وكلام ده كان كلام هازلي وأعتقد أن زمائي لي رحضوا فالنهاردة المرشح الجاد هينول ثقة زملاء والمحنين انتهى عصر الشلالية والمحسوبية والكلام اللي كنا منشوفه في الأول وواحد مننا وجارنا وكلام ده ما بقاتش له وجود على الأرض الواقع حتى النهاردة الصراع والمنافسة شديدة جدا من أصبالنا اسكندرية يكاد المرشح بروح في اليوم أربع محسوبات عشان يوصل الجماعة الممية ويوصل رؤيته فتعديل القانون حسم الأمر النقيب ينجح بـ 200 صوت و300 صوت النهاردة حديك عدهوا جماعة الممية 200 ألف صوت 200 ألف صوت لازم أنه لهم وأحصل عليهم أوصل لهم إزاي ما بقاتش بقى هينفع لسوشيال ميديا ولا صورة والكلام ده لازم ألتقي بزملائي واروح لهم مقرهم وتعامل معاهم وأعرض رؤيته وهم أصحاب الكلام فكان زمان غير كده كان زمان حضرتك أكثر صعوبة طبعا لا أنا ما أعتقد أنه يبقى أقوى مجلس اللي حال في التوفيق في الانتخابات الموزمى عقدها 15 شهر ثلاثة أبقى مجلس قوي جدا لأن فيه مجلس الحالي وطبعا بال56 العضو الحالي برضا أبيعيد انتخابهم مرة أخرى زاد فيه معارضة وفي اتجاه الإصلاح وفيه المهني وفيه التاريستقلال فعدة مجموعات كلها تهدف أن هي تظهر نفسها وتقدم نفسها بشكل جيد لزملائي لحسن الاختيار فأنا من هذا المنبر بناشد زملائي إن إحنا ولاد أمور موكلين وأكيد هنحسن اختيار ممثلين ونختارها على إيه ضوابط إن أنا لازم النهاردة حضرتك عشان اللي يمثلني يحس بمشاكله لازم يكون مهن لازم بينزل محكمة ويتعرض لبعض المضايقات وبينزل اسم ويتعرض فالمهن اللي بمثلني وشاف كل المعاوقات دي أكيد عنده رؤى وطموح وحلول وقعية قبل التنفيذ فأي حد غير هذا أعتقد أنه هو مش هيلاقي قبول من السيد محمد يعني خلاص الموضوع انتهى بس دائما ناس محمد بيقوله إنه العمل النقابي له خصوصية يعني ربما أنا كمحمد الإشعاد ربما أكون محامي لكن أكثر مهنية مثلا من السيد محمد سليمان لكن هم شافين السيد محمد سليمان أكثر قدرة على التعامل مع المحمين في العمل النقابي فأنا أخطره هو فهل هو المقياس المهنية ولا القدرة على تقديم مزيد من خدمات لسادة المحاميين ولا العمل النقابي لي وضع آخر هي حضرتك نقابة المحمين طبعا بما لها من تاريخ ومن أقدم النقابات في مصر فليها رؤى وطموح على أرض الواقع يعني نحن النهاردة عندنا ثلاث ملفات سخنة على مجلس نقابة المحمين القادم اللي هي ضوابط القد والصحة والمعاش الملفات دي طبعا المجلس المتعاقبة ما قربتش من ملف التنقية إلا في الدورة يعني في آخر مدة المجلس المنتهية صلاحية وكانت الضوابط هي في ظاهرها جميلة وفي صالح المحمين ولكن إجراءتها أصارت بعض المشاكل على الأرض الواقع فبنتمنى طبعا أن كل زملائينا ليهم رأي في هذا الضوابط فأعادت إيه سياغتها بشكل يليك بالمحمين ده بالنسبة لملف ضوابط القيد وانتساب لصان صحقوق قبل صنوية عامة التعليم المفتوح طبعا المشرع التصادلية وقال إن الدبلومات لأ فطبعا فيه ضوابط بس أليه التنفيذة هي اللي كان فيها باش شوية معاقات بتقابل زملائي المهنيين لأن اللي غير مهني مش فارع مع أنه يروح يجيب شهد التحركات يقف بالعشر ساعات عشان يجيب شهد التحركات أو يجيب برينت التأمينات أو يجيب دليل اشتغال ويروح يتحايل على ده وده لكن المهني كل الكلام ده بالنسبة له سهل بس مشكلته مضيعت وقته فأنا بس أن كنت مقترح على المجلس الحالي أو المنتهى ولاياته إن إحنا عندنا فيه رئاسة مجلس الغراء فيه مجلس دعم اتخاذ القرار المجلس ده دوره إنه هو عنده صفحة شخصية لكل مواطن مصر فلما نستأجر منه كابل لنقابة المحامين ولو بأجر شهري أو سنوي فهيوفر عناء على زملاء المشتغلين فعلا ليه؟ لأن حضرتك دلوقتي فيه إحصائيات اتعامل للأستاذ محمد كم توكيل رفع كم دعوة سافر برا يمتلك ايه؟ متزوج يعقول كل ده ساعتك بزرار على إن؟ على الكابل فلا هترهقني ولا هتتعبني ولا هتضيع وقتي وإحنا الدولة وسيادة الرئيس بيتكلم في الدولة الرقمية صحيح فليه إحنا ليه من نسيرش في نهازة الاتجاه صحيح فضلا عن إن سيادة الرئيس برضو يعني إيه؟ أجرع عملية الجراحية الشعب تعرض لكتير من الفتن والملاحم والمؤامرات بس بدون بنج فكانت الألام شديدة جدا والشعب سعده وتحمل فبنفس النهج ده لو تعامل في قيادة مجلس النقاط المحامين المجلس القادم فإحنا بنشوف القيادة السياسية هدفها إيه؟ وإيه معوقات هدفها؟ فأنا طبعا كمحامي ومشاهد للموقف ومتابع لموقف القيادة السياسية والقيادات النقابية لقيت إن فيه الدولة المصرية بتقدم حوافظ استثمار للعالم كله ولكن معوقات الاستثمار دي كانت بطئة إجراءات التقاطية فبطئة إجراءات التقاطية بيؤدي إلى عزوف كتير من المستثمرين فضلا عن إن إحنا في الفترة ما بين 2011 لغاية لما الدولة استردت عفتها كان فيه عقود عالمية فتعرضنا للتحكيم وتوقع علينا بعض الغرامات بسبب هذه المشاكل فأنا قريت المشهد دا كويس فتح تواصلت مع بعض زملائنا المحامين في الصين وفي شرق أسيا على إنشاء التحكيم الإلكتروني التحكيم الإلكتروني هدفي منه الأسمى إننا أدعو العالم الخارجي لكل حوافظ الاستثمار اللي بتقدمها الحكومة المصرية لكل مواطن العالم وحوافظ الاستثمار والتصنيع وكل جميل دا مشكلتها إجراءية فإحنا النهاردة نعمل تنسيق تعاون أورتوكول ما بيننا كمواطنين في الدولة دي والدولة دي إن إحنا هنعمل استشارة إلكترونية بفحص إلكتروني بحس إلكتروني يعني مثلا شركة سينية عاوزة تتعامل مثلا مع شركة مصرية يهمها الشركة دي موقفها المالي إيه صح هل عليها جزائيات هل عليها مخالفات هل هل فأنا زملائي المحامين الشباب فبدل ما بنوعد نعمل شاك لا دا إحنا هنشتغل على الموبايل وعلى اللابتوب من مكاتبنا وهبقى فيه استشارة إلكترونية بمئة دولار ومئتين دولار وثلتمئة دولار وفيه تحكيم فأنا الحمد لله خدت الموافقات وعملنا السياغة وبإذن الله بعد انتهاء إعلان النتيجة والمجلس فأنا نتقدم بالمشهور عن القطة المحمين في المجلس الحالي يبقى حققنا حاكتين حققنا أول حاجة أن احنا بننفذ رؤية النظام السياسي للدولة المصرية اللي بقى لها شكل وملمح في أن هي تبقى دولة منتجة ومصنعة ومصدرة مش دولة ومستهلكة القادة السياسية عاوزة كده فإحنا نساعد نساعدها في القادر في مشكلة خلل يخصنا احنا كمحامين اللي هو بطئة إجراءات التقاط أنا مش هتكلم في الجريمة لأنني مش هنقوم بدور الدولة أنا أتكلم في الحقوق والعقود والواجباتنا بيننا وبين أي مواطن في أي دولة في العالم إلا ما حدرتك دلوقتي أنا لو مواطن ما جي اشترى شقة في مصر وعملنا في الشقة دي في العقد مشارط التحكين مش هنلجأ للقضاء هن يجيب محكم من دولة ومحكم من دولتي ونجيب محكم من طرف ثلاثة أن التحكين قائمة التوتر فلو اتكلمنا في ده يبقى فيه سرعة في الإنجاز ونروح محكمة استقناف ونأخذ صيغة تنفيذين لتنفيذ مكافأة عليه التحكين فحاجة جميلة جدا وهتوفر ونفس الوقت هتفتح فرصة الزملاء الشباب المحامين ونخف من كهل الدولة المصرية وما علامة ضغوط ومن نقابة المحامين إن نقابة المحامين طبعا النهاردة فيه مشكلة إن إحنا جدولنا بنقول 700 ألف بقى مينة 200 ألف طب إحنا عاوزين موارد عشان نعمل مقاش لائق عشان نعمل الملف الصحي ملف لائق عاوزين نستأجر الكابل اللي إحنا كلمنا فيه في موضوع ضابط القيد فيه عندنا أكديمية السلوك فيه عندنا أكديمية المحامية ففيه اتجاه إن يرجع المحامي قصابع عهده إلى ما قبل 30-40 سنة إن المحامين هم الساسة وهم المهنيين وهم وهم وكانوا كل الوزراء وهم اللي كانوا يوضعوا السياسة للدول فإحنا في الطريق القوين إن إحنا نسترد مكانتنا ونكون إحنا فعلا الوكالاء الرسمي للشعب المصري إن حياته بقى اللي هي في الجريمة أو الحياته في الحقوق ولكن نسترد إن إحنا قلعت الحرهيات إحنا قلعت وملاز المظلومين فأعتقد إن إحنا فيه اتجاه قوي للمجلس الحالي أو المجلس إن شاء الله يعني بعد ما يعلن عن نتيجة المجلس في اتجاه إن إحنا نستعد دورنا وبقوة في المجتمع فأنا بردك رؤيتي بتمثل هذا فيما أنا اقتنعت به اللي هو التحقيق اقتنعتني أنا يعني أنا شايف إن ده دوري أنا النهاردة قادة السياسية يعني مش هتشتغل لوحديها إحنا عندنا يعني قادينا بنشوف الدول الجوار هو ما قالت إليه طب إحنا بقى دورنا ربنا ربنا سبحانه وتعالى نجينا وشوفنا على يسارنا في إيه وعلى يميننا في إيه وفي جنوبنا إيه وفي البحر في إيه طب نتكاتف ولا نعرف لا نتكاتف المشهد العالمي إيه بيقول إيه القيادة السياسية عاوز إيه إنه بردك نتعلم فأنا النهاردة مش هجيبك رئيس يروح لكل واحد في البيت عشان يشرح له وعاوز إيه إحنا بردك مفروض دورنا إن إحنا فيهن مصارق قيادة السياسية فأنا لو فهمت مصارق قيادة السياسية أقدر نقلها للمواطن وأقدر المواطن وأقدر نقلها كمان مع شريك في أي مكان في العالم حادثك بما يكون حجم التجارة البينام بيننا وبين الصين 200 مليار دولار في السنة وحجم الاستراد 180 مليار دولار وحجم التصدير للمواد 520 مليار دولار فالكلام ده مزعج جدا 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 ولازم يقف في إفاقة للشعب نحن نهاردة مش عاوزين بقى نخرج بقى من الاستهلاك بقى خلينا نعتمد على على نفسينا والإنتاج وطيب قال لنا ملمح إحنا شكل دولتنا إيه الدولة زراعية دولة زراعية دولة دولة أي شيء إحنا عاوزين نكون فنازم نساعد لازم أنا النهاردة عندي مجلس مثلا النقابة اللي جاي بارس إرث سقيل أي أمكان اللي هيجي الإرث السقيل النهاردة إن إحنا عندنا إجراءات صرف المعاشر صعبة جدا ومهينة جدا فلازم يحسوا بينا وحسوا بزمانين موضوع العلاج لازم تجيب وسط عشان تاخد حقوقك طب ليه إحنا المفروض يبقى لنا مستشفى التلق بينا زي قوات المساعدة طب ده مش محتاج لنوع من تعظيم الموارد تعظيم الموارد إحنا ما عندناش مشكلة إحنا النهاردة كنا 600 ولا 700 بقى 200 فالنهاردة حضرتك إحنا في التعديلات اللي تمت في تعظيم الموارد في موضوع دمغة المحامية تمت سيطرة عليها شما تظهرش موضوع الأتعاب المحامية بتحصل مقدما ففيه إن شاء الله فكرة راقي وبإذن الله ننتقل لمكانة أعلى من كده نستحقها زملائي وفي نفس الوقت التعديل حتى التشكيل المجلس فما أصبح المجلس جاي فعلا المجلس نقاباء مش هيبقى مجلس نقيب ومعنا 56 عضو لا النهاردة أقل عضو ينجح هينجح بأقل عوازله من 200 ألف 25 ألف صوت فالموضوع مستهل وبردك مش هتعرف تغازل الجامعية العمومية بقى تقول أنا أنا من سهاجة هختارب من سهاجة أرمون قير لا الكلام ده خلاص انتهى نحن النهاردة فعلا المجلس القادم بإذن الله ربنا يكتب لهم كلهم التوفيق لإن أنا شايف حتى الدعوة كان الدعوة محترمة والعادة المرشحين كتير وفي مجهود فعلا على الأرض وبيجوب وكل المحفظات وأنا أعلم جيدا أن بعض المرشحين أو معظمهم بيروح أربع حوزات في أم واحد فالموضوع مستهل والجامعية العمومية عندها يقظة وانتباه وعندها المشهد في خلال الفترة ما قبل أحداث يعني لغة النهاردة واللي احنا تعرضنا له احنا طبعا كنا من دفع مقاومات دولة مصرية وقفنا مع قادة سياسية النقاط المحامين وقفت في المشهد وتصدت لكل المؤامرات دي فجاني بقى نهاردة نجنس مار بعد استقرار ما استقارت الدولة يعني عندنا مفردات الدولة ايه عندنا الدفاع والأمن والتعليم والصحة والتنقل اللي ينكر ده يبقى إنسان مش قائز يعني نهاردة حدرتك شفت الجيش بتاعنا عامل ازاي شفت الدخلية بتاعتنا عامل ازاي شفت التنقل عامل ازاي احنا وملف الصحة طبعا أنا بحيير القادة سياسية وحامل طبعا لنصحة وفي مجال التعليم فيه تجربة طبعا إن احنا هنعمل التعليم الرقمي وأعتقد إن أنا حزيني إن كل شباب مصر بقى عنده عندنا احنا عددنا 100 مليون وعندنا 200 مليون خط التليفون وعندنا 200 وكلام ده كله مستهلك في إيه في الشات والسوشيال ميديا طيب أنا هرجع لحدك في النقطة دي بس معنا مدخلة تليفونية انت فاضل يا فاني هي حالة إنسانية الحقيقة فاضل يا فاني كان كلمنا النهاردة على المستوى الشخصي وبعدين كان عنده أزمة في إنه بيقول حتى أنا ما عنديش خلوش إن أنا أو محامي عندي مشكلة ومش عارف لا إحنا أولا النقابة يعني نقابة المحامين بتمثل المجتمع كله فالغير قادر يلجأ للنقابة وإذا كانت النقابة أعتقد إنها مش هتتأخر عن كده أنا تحت أمره هو سيب تليفوني ومكتبي وحتى الرسوم القضائية على النقاب أرد بلد خليفة محمد إحنا كلنا نمثل المجتمع المصري معنا المدخل يا جماعة أيوة باش معاك باش السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو إسلام صح؟ أبو إسلام الله أرحمه إزايك أبو إسلام ليه بتقول الله يرحمه أبني الرحمة تقوز الله الله يرحمه الله يرحمه يحسن إليه إيه مشكلتك أبو إسلام مشكلت الأمه في السجن قتلت ابنها غزن عنه عنها وهي مش في مدركة مش في وعي حالة يعني نفسية وعندين فائت من اللي هي كانت فيه وهي بتقدبه فعلى أن يتسبب الدين أنا مسألتها بيسبب الدين وهي بتعلمه فمعليش أنا أسف لي صرفت فلوسي كلها مع المحميين أنا عندي ملكية عز أخدها من أختي عشان يعيش بيها فلوسي كلها خلست أنا وبنتي ومعايا والتاني اسمه محمد ربنا بارك لك طيب طيب خليت معايا معايا أوراقي طيب يا أبو إسلام يا أبو إسلام الأمر اللي هي خليت معايا واحدة واحدة دلوقتي أنت مشكلتك في زوجتك اللي في الحبس نتيجة سواني بس اسمعنا الأخ مشكلتك في الملكية ولا في زوجتك دلوقتي في الاتنين عشان أتعادهم عشان مراتي تعبنة في السجن يا باشا وعندها جرب هي أخذ الحب عندها السكر أي جرح حضرتك فيها بيأذيها لأنه التهب أنا ربحت لها في زيارة كتعادة الدواء وأنا جدت ونسيته في البيت قلتها وللهم رشدتها قالوا لي هاتوا بكل 15 يوم أروح لها طيب فأنا محتاج فلوس لها طيب واحدة 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 خليت بس معايا واحدة واحدة بدون تفاصيلت فيها أنا أعاد أجيلك لا لا أنا تحت أمرك دلوقتي هي مراتك خدت حكم ولا لأ خدت حكم عشر سنين طيب المحامل مش عالي عشان معايش فيه ما ممشيش ما كمنش فيه طيب تمام ما كمش فيه طيب كده عشان بس نفهم الصورة نفهم الصورة إسماءها صالحة عبد الوهاد طيب هنفهم الصورة بسجر الأناطر تمام تمام والله حاليتها صعب تمام لو حد روح يشوفها يستدون لو حد روح يشوفها تسعب عليه نفسه والله غلبانا بتاعات ربنا وبتسلي طيب الوقت غلبانا عالم السعيد من أسوار يا ابو إسلام يا ابو إسلام كده احنا فهمنا جزالة أولنية ايه جزئية الملكية التانية أنا أنا تاحب ملك أنا وأخويا الله أرحمه أه أختي بتاخد الإجار كل شهر اللي هيعيشني عشان أنا بقيت معاوة يعني عادة استرى مش قاعدت نفسي وقعت من قبل العيد الكبير والله معايا عورية حتى قدمتها عشان يديني معاش ومعايا سند منها الملكية دي ورث ورث بينك وبين أختك لا 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 ما لهاش إطلاقا هي كاشف البيت من زمان بس أنا لما وقعت في الكرب اللي أنا فيه صرفت كل الوراء والأدامي محتاج كنت بديها عشاء وفي حياة أمي كنت بتاخد شهر وفي حياة أخويا الله أرحمه كنت بياخد شهر ولا شهر فلما وقعت المصارف لأنه ما بيشتغلش يا بيه من ساعة العيد الكبير وقسم الله ما بيشتغل معدي عاديش أغني أنت عندك أولاد عندك أولاد أبو إسلام إسلام يا باش إسلام الله أرحمه وعند محمد ونورة بنت عروسة حتى عز جهاز معديش عاجز ألفية عشان يحوش لها ربنا يخلوه طيب ربنا يخلوه طيب إن شاء الله إن شاء الله إحنا بعد الحلقة بإذن الله نخليك تتواصم على اسم محمد سليمان موضوعاتك أبو إسلام يعني يعني هيا دا حالة أنا مش عالف طبعا لما جيك كلم بتكلم عن موضوعين موضوع زوجته اللي بتقضي عقوبة وفيه طعن بالنقد وفيه حد تخلى عنه من الزملاء فهنا نقابة المحامين بتقوم بدورها الوطني اللي هي حسن ملاز المظلومين وحتى ساعتك المحكمة لو هو مش قادر بتندب لها المحامي والدولة بتتحمل أتعاق فالموضوع أكيد فيه خطأ فاحنا بعد انتهاء الحلقة بإذن الله نتواصل معه ونعرف ملف الطعن بالنقد ونساعده نقابيا وأنا مهنيا ما عندناش أي مهن نشكرا جد ونروح لمجلس النقابة ونشوف أي الدعم اللي نقدر نقدمه للمواطنة ديت لو في لها حق طبعا ده بالنسبة للطعن بالنقد أما بالنسبة للموضوع المراس وإنه هو قعيد دلوقتي وفيه خلاف ما بينه بين أشقاء بشأن إيجارات المتعلقة بأمواله فبرضك إحنا نفهم الموضوع منتهل إيه ونقدر نقدمه لمساعدة قضائية أو نتوسط اللي ده أشقاءه في إنهاء النزاء إحنا مش عاوزين نحل نلجأ للقضاء اللي ما يكون فيه فعلا فيه تعاني يعني إحنا بزي ما أقول حضرتك إحنا العالم بعيرنا ببطء إجراءات التقاضي والدولة عاوز إعدالة نجازة فإحنا نقوم بدورنا بقى يعني إحنا عاوزين نعمل كيه مش عاوزين والتحكم الإلكتروني اللي حضرتك طرحته ده تمام هل يفيدني أنا كمواطن في الداخل؟ أفين؟ بسي حضرتك ولا لازم أقصد طرفي النزاع وحتى حضرتك أنت حضرتك كمواطن وجيت في حياتك اليومية اشتريت حاجة فأنت اللي بتكتب بتقول مشاركة التحكم بينك ومن مواطن مصري مفيش مشكلة ده عندنا في العرف ده في قوانين بتحكمها ده موضوع مجالس العرفية دي دي في الصعيد وفي أهلنا في الأرياف وكده ده موضوع هنا بقى بنقننه بقواعد قانونية وإزاي ننفذ ما انتهى إليه المحكم أو القاضي العرفي عاوزين أليه التنفيذ يعني مشكلة أنه إحنا كان فيه مثلا بقولك فضي مجالس لا إحنا مش عاوزين بقى فضي مجالس عاوزين أن ما ينتهي المحكم أو القاضي العرفي أو الشيخ هو ياسر بقوة القانون بالضبط تمام إحنا كأطراف توافقنا في أنه اتفقنا على مشاركة تحكيم في أي حاجة فيها حقوق ما فيش أي مشاكل لكن طبعا عمرنا ما توافق في الجريمة الجريمة ده دور دولة ودور مقدمة ما ننفعش فيها تحكيم طيب أنا عايز أخذ موضوع البرنامج الانتخابي يعني أحداك كنت ذكرتلي ثلاث حاجات ضوابط القيد والصحة والمعيشة والمعيش والمعيش دول هما ثلاث ملفات الأبرز والأهم السخن دايما في كل النقاب هقول لها حديدك على حاجة أنا النهاردة إحنا هنجيب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وحتى طبعا حديدك بمجرد أن أنت ما بتدخل المطار المصري ادخله مصر إن شاء الله أمني بتروح حديدك وزارة التضامن إن شاء الله أمني أنا فكرتي كلها قائمة على تنفاذ وأعمال قبل الحق في سورة قريش وآمنهم من خوف صحيح فأنا أعسمت من فكري أو رؤيتي إن أنا زميلي بمنساعدنا بيخرج من بيته ينزل يمارس عامله للعودة بيتعرض لخلل في ست موازين أمنيا فأنا عندي رؤية إن أنا أقعد الميزان ده الأمن المهني بمعنى هقول له هذا الأمن الصحي الأمن الاجتماعي تماما يعني يجي نتكلم في يعني نقاط في كل بند من البنود عشتما عن نقاط البنود أنا مهنيا بمغرد أن أنا ربنا يعني قرمني وفتحت مكتبي بتعرض لمضايقات في مكتب أثناء ممارسة عملي بتعامل مضايقات في عملي فده الأمن المهني طب إيه دي حصرنا احنا زملائنا المهنيين كل المشاكل اللي بتعوق أداءنا المهني وإلخصناها في كذا بند تزيب كل حالات الاحتقان اللي بتؤدي إلى إحضار الملف الأمن المهني بمعنى طبعا العاملين في وزارة العدل الغالبية منهم دبلومات وبيبقى أثناء دراسته بياخد ماجستير ودكتوراه وأنا حامل لسانتر فهو سيد وأنا أستاذ ففيه احتقان فأنا مش متقبل منه اللي هو بيتدعيه ولا هو متقبل مني اللي أنا فيه لأننا برضي كنا على رجع علمي طب علاج البندي ده إيه إن نقابة المحامين تعيد وكلاء مكاتب المحامين اللي هم من مؤهلات المتوسطة فالنهار ده أنا بزيب جوهر المشكلة اللي هي الأزمة الاحتقان الداخلي صحيح فجيت أنا في الملف ده أنا النهار ده راجل مترافع هحضر قدام أواضي هدخل تحقيق حتى حضرتك للمجا هدخل قسم مشوارته طبعا في بروتوكول التعاون ما بين مزارة الداخلية وانقابة المحامين إن التعامل مع السادة المحامين خلال المأمور ونائب المأمور فبقاش فيه متعامل مع الدراجات الصغرى أو الزباط الصغرى على أساس نزيب الاحتقال إن إحنا برضوك في النهاية أنا خريكول التحقق والساد المستشار خريكول التحقق فساعدتك أنا بفكرة عودة الوكالات دي هنخف من الوطأ دي وهنزيب الحالة الاحتقان الموجود إن أنا مثل الوقت يا حضر لك مش هوقف بقى طبع هدفع خزنة ولا هروح أخلي موظف مضغوط كان الله فعون كم هائل حضر لك إحنا وصلنا الأرقام فلكية في الإجراء التقاط وفي نفس الوقت فيه في سنة 2020 مواطن يدفع رسوم في الخزنة وقفة طبور بالساعتين فلا يليك لا بالمواطن ولا بالمحامي ولا بالدولة المصرية صحيح ففيه النهار ده حضرتك اتجاه للسادة الإلكتروني ففيه طبعا إحنا عندنا نسبة أمية عالية فما بقاش فيه كل الناس مع الكروت الاقتمان وكلام دوت فالدولة على قد ما بتقدر بتويت إحنا برضو بنساعد الدولة بفكرة اللي هي عودة الوكالات ده بالنسبة ليه أنا كمانية يجي النهار ده حضرتك مبنى المحكمة ده فيه قعاب جلسات وفيه أقلام حفظ وفيه أقلام كتاب وفيه 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 فإحنا لدينا رؤية المحين فيه من موسم قضاء منتهي وموسم حالي فمفروض أن احنا كل الفكر أو الطروحات اللي احنا شبناها وبعض المضايقات في العمل ده رصدناه فنتقبل مع السادة المستشار وهيئة مكتبه رئيسة المحكمة الكلية وبنعرض عليه كل المشاكل دي ورؤيتنا في طرحها إيه وبقى فيه تواصل الهدف أن احنا كلنا احنا شرقاء العدلة في مصر سواء كان قضاء جالس أو قضاء وعيف احنا ليس معاونين لأحد ولا حاجة احنا نقابة المحامين من أعظم النقابات والمحامين هم ساسة الدولة المصرية وهم حقوقيين الدولة المصرية وهم ملاز المواطنين المظلمين في الدولة المصرية وهم خير مدافعين عن الدولة المصرية في الخارج فأنا يجب ناخد حقق احنا بس لنشارك الدولة في اتخاذ قرارها وتقنين الأوضاع ده فأنا النهار ده فكرة زي ده بجانب أن أنا مثلا بدو عن قابة المحامين أنها تعود لرجدها في موضوع اللجاني النقابية للمحامين الشباب أنه دي الوسيلة الوحيدة للمشامل المحامين الشباب ويطرحوا رؤياهم وفي رقابة فعالة على مراكبة أعمال عضو المجلس عن دائريك فدي برضو إحنا طلعنا بيها فمش عارف فيه عمد أن هي يمحو الزاكرة ليه فهي فكرة جميلة جدا المقرر اللجاني النقابية بتبقى وسيلة لتقويم وبتقدم أفقار وطرحات مش موجودة على الأرض مش موجودة رغم أن هي الحاجة الوحيدة المنصوصة على فكرة المحامين إنما استبدلت بقى بحاجات تانية بمسميات تانية أنا شايف أنها ما بتحققش الهدف اللجاني النقابية اللي خرجت شيخنا يعني اللجنة النقابية من 30 و40 سنة كانت لجنة القابية مثلا لدائرة عدين دائرة موسكي بيبقى العدد يكد ميت محامي فبيلقوا بعض ويقابلوا بعض وبيشوفوا مشاكل الدائرة دي وبيرقبوا عضوهم في أنه ما بيجيب لهم شي خدمات فالموضوع الدائر لكن أنا أريد أن أقول مثلا كيان محامين مصر طب ما هي النقابة أي ما بتدرد ده يعني أنت بتعمل النقابة موازية لا أنا عاوز أنزل زي ما كنا زمان كده بنقول الأسرة والعائلة فيحنا حضرتك كنا زمان بنوعد بنتجمع كأسرة كل يوم جمعة أخوات وعمام وخالات كل حاجات الاجتماعات الجميلة دي انتهت عاز نحية لأن دي سنة جميلة جدا وفي نفس الوقت بنسمع بعض ونتطمن على بعض وبنشوف ألمنا إيه ونرجع بقى للتكافر الاجتماعي أننا اللي هتفشل فيه النقابتي ممكن إحنا أعضاء اللجنة النقابية دي في زميلين هيفتح مكتب نساعده كلنا ونقدم له كتب ونقدم له ملفات وكل واحد فينا يوم بدوره هو الراجل يعني في بداية حياته وبعدين في زل التعديلات النهاردة مش هاخد كرنيه إلا بعد ثمان سنين يعني يخش كلية حقوقه يدرس أربع سنين وبعد كده يخش معهد وأكاديمية فالله يكون فأول أنه أسر المصائل العقلية فقال نيجي بقى دورنا أحنا أنا النهاردة ماشي زميلي مكتهد وربنا كرمه وابتدى يعتمد على نفسه يجي له ملاء وموكلين طب عاوز أفتح مكتب محتاج مهو صعيد كتب أنا وزميلي المعاش المعاش ده بقى موضوع يعني موضوع شائق شوية لأن في حاجتين المعاش في نقابة المحامين هو تعتبر الإرس السقيل فأولا في إجراءات صرفه وشروط استحقاقه وصحبة جدا فإحنا بنشد المجلس القادم بإذن الله إنه يعيد ضوابط استحقاق المحامي للمعاش في حياته ولو راسته باع وفاته لقدر الله لأن النهاردة حضرتك تتخيل مثلا أنا بستحق عن كل سنة خدمة خمسين جنيه فأنا المسأل متخرج من سنة التسعين فعم مفروض إنه أنا أجيب سنة دوكالة من سنة التسعين لوقت النهاردة دي في مخالف القواعد القانون المدين إن القواعد القانون المدين بتقول إنه حفظ المستند في الدولة المصطية خمستاشر سنة فأنت حاجت بتطلب مني مستند من 40 سنة جيبه مني ده حاجة النهاردة المفروض إن أنا فكذا الحق بيهضى مش هعرف صعبة تانية حاجة إن العضو المستحق المعاش توفى إلى رحمة الله فترك أسرة متلومة زوجة وأولاد فتروح نقابة المحامي تصطدم النهاية واتلوب من النهاية تجيب مستندات 40 سنة زوجها منين فمجرد إنه يحمل كرنية 2019 أو 20 فهو مستحق للمعاش ومفروض إن الأسرة دي النقابة وزميل الأستاذ دي بيقدموا لها حاجة جميلة أو لمسة وفاقة يسهلوا لها إجراءات صرف المعاش تانية حاجة عندنا قصور تشريف موضوع إن النقابة تبقى شريكة المتوفي وده طبعا أنا لو مستحق معاش 3000 جنيه وعندي ابني بيعمل وعندي بنت تزوجة فزوجتي بتاخد ربعة 3000 جنيه وده حلم أنا شايف إنه ظالم لأنه مفروض إن أنا مستحق 3000 جنيه تديها ليه؟ لا إحنا خارج المزلد اجتماعي للدولة إحنا ما نجتعين صحيح طبعا طبعا لا ومفروض إن أنا يعني الدولة المصرية من ضمن النظام الضرائبي إن هي بتحصل مني على ضريبة في مقابلة أقلي 3 أرباحة جدا دواء التعليم صحة والتنقل فأنا خارج المزلد اجتماعي للدولة فالدولة بتاخد مني الضريبة بكل أشكالها يعني أنا بدفع ضريبة أرباحة أسمالية فالنقابة هي اللي بتقدم للخدمة دي فلازم تقدمها لي بدون مهنة أنا يعني فيه يعني الكلام أحدك محتاج عشرين حالة لا بجد والله فيه ملفات كتير جدا وحضرتك فتحت كذا محور محتاج فعلا تفصيلات بإذن الله أنه بتقابل ونعرض رؤيتنا على جملائنا وعلى رأي العام لأنه برضو أنا أهمني الدولة المصرية إحنا كلنا جنود في الدولة المصرية وهمنا تنفيذ سياسة أنت الموارد أنت شايف بعينك تمام الحقيقة الحقيقة يعني أنا بنختم الحلقة لكن أنا حابب أقول أننا الحقيقة يعني أول مرة أول مرشح نقابي أنا في نقابة صحفيين لكن معظم المرشحين كانوا قباء أو أعضاء مجالس نقابة جائما بيركزوا على مسألة الخدمات العامة داخل النقابة وإزاي يكتذبوا أعضاء الجمعية العمومية للنقابات علشان يحصلوا على أصواتهم لكن أننا يكون عند فكر بهذا الشكل بأننا أعظم موارد النقابة أعظم موارد الدولة أحل بعض المشاكل الكبيرة ربما بتقابل المجتمع المصري بتقابل المستثمرين وبتقابل الشركات لأن ده مهم جدا مناخ الاستثماري ده محتاجة عوامل كتير قوي علشان نوصل لمرحلة نكون نحن محل الثقة كل المستثمرين على مستوى في كل دول العالم ده كان الفكر لما اكتشفت الحقيقة فيه لأستاذ محمد سليمان وشرفنا النهاردة إن شاء الله في حلقات كتير الفترة اللي جاء نتكلم فيها لأنه عنده ملفات كتير إن شاء الله هنتكلم فيها في حلقات جاية أنا بشكر حالك أستاذ محمد شكر لي ونشكر كل المشاهدين في جمهورة مصر عامية ونتمنى أن نكون عنده حزن ظنهم وإن شاء الله يجي مجلس حق أمال وطموح شباب المحامين والمحامين والشعب المصري كل إن شاء الله ونبارك لهم ونهني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وأنا بشكر حضراتكم على المتابعة ونلتقي في حلقات مقبلة إن شاء الله إن شاء الله